موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدين ومتابعين في كل مكان وحلقة جديدة من المنديال على قناة الأهلي مباراة إنجلترا وكرواتيا والتعادل الإيجابي واحد واحد وحاليا الوقت الإضافي الأول شغال وهنشوف مين اللي هيقدر يلحق بالمنتخب الفرنسي في المباراة النهائية يوم الحد إن شاء الله ومين اللي هيلعب على الثالث والرابع أمام المنتخب البلجيكي يوم السبت إن شاء الله مباراة قوية جدا اتدت بتقلق المنتخب الإنجليزي وإحرازه هذف في بداية المباراة عن طريق تروبيي والمنتخب الكرواتي بالرغم من أنه مجهد ولعب 120 دقيقة لمباراتين على التوالي إلى أنه جاب هدف تعادل عن طريق بيروزيتش هدف فرق في معنويات المنتخب الكرواتي بعدها منتخب الكرواتي بدأ يهاجم وضيع أكتر من فرصة عكس المنتخب الإنجليزي اللي انكمش بعد ما دخل فيه هدف وبالتالي أنا شايف إن هي مباراة متوازنة أنا شايف إن المباراة يعني كانت في الأول مشى في صالح المنتخب الإنجليزي لكن الكروات زي ما احنا قلنا إنهم عندهم حلم كبير مش عايزين يفرطوا فيه فرصة كبيرة للجيل الذهبي اللي موجود حاليا إنه هو يتخطى جيل 98 ويصبح أول جيل في تاريخ المنتخب الكرواتي يصعد لمطول كأس العالم وصلنا لمرحلة إن دايما أو كأس العالم الحالي المنتخبات الجماعية هي اللي بتنجح هي اللي بتوصل لأبعد مدى عكس منتخبات النجم الأوحد وده اللي احنا بنشوفه في منتخب إنجلترا ومنتخب كرواتيا منتخبين بيلعبوا كورة جماعية عايز أقول لحضراتكم علي إن منتخب كرواتيا بعد ما وصل لثالث مباراة على التوالي في بطول الكأس العالم يلعب 120 دقيقة أصبح رابع منتخب في تاريخ المونديال يلعب ثلاث مبارايات تمتد إلى أشواط إضافية في نسخة واحدة بلجيكا سنة 86 كانت أول منتخب يحقق الرقم ده إنجلترا في كاسل عالم 90 والأرجنتين في 2014 وأخيرا كرواتيا في 2018 وبالتالي كل حاجة بيبقى لها أرقام كل حاجة بيبقى لها إحصائيات حتى لو كرواتيا تأهلت لدور النهائي عن طريق رقلات الجزاء أكيد هيبقى لها رقم جديد أكيد هيبقى فيه مشكلة وعلى فكرة آخر مرة منتخب إنجلترا خرج من كاسل عالم 1990 كان في دور قبل النهائي بضربات الجزاء فالإنجليز عايزين يخرجوا من العقدة الموجودة الإنجليز عايزين يتخطوا المباراة كمان فرصة كبيرة الجيل حالي عتاق الجيل الظروف كلها مساعدة الظروف في الدوري الإنجليزي وأيضا في المدير الفني الحالي المدير الفني شاب 47 سنة كلم على العمار المدربي كلم على سنه كشاب أو كعجوز وبالتالي عنده مدير فني فيه فرق في السن ما بين المدير فبالتالي فيه تقارب من وجهات النظر فيه تقارب من الفكر اللي موجود داخل الملعب وكمان العيبة اللي موجودة كلها مجموعة متفاهمة مجموعة متجنسة معظمهم بيلعبوا في فرق واحدة احنا شايفين ان الدوري الإنجليزي هو المسيطر والمهيمن على البطولة الحليقة ونسخة الحليقة من بطولة كأس العالم بنتكلم على منشستر سيتي منتخب فرنسا وابنتكلم على منتخب انجلترا بنتكلم على المان يونايتد بنتكلم على تشيلسي على ايفرتون على ليستر سيتي عندي كتيرة جدا من البريمير ليج مسيطرة على بطولة كأس العالم 2018 مباراة طبعا هتنتهي الفائز هيلعب أمام المنتخب الفرنسي يوم الحد الساعة خمسة بتوقيت القاهرة أما الخاسر هيلقي المنتخب البلجيكي يوم السبت الساعة أربعة بتوقيت القاهرة على المركز التالت والرابع